رح تحصل على فرصة عمل رح تحصل على موضوع يمكن متعلق بسفر. ولكن هذا الشي دخله اه خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع. ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي. اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي. ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت آآ بالدكية. بشكل عام يعني اللي. في حبيب غايب عنك. بس لسه ما فتحنا يعني على لاط. بعدين بنقول. ومين هذا الشخص اللي بكره هك? من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كزا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد. شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير. عنده التزامات مادية كتيرة. لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد. ولكن بعدين رح تجي رح تجي يعني رزقة معينة اكيد يعني من من الشغل او ممكن من برا الشغل. اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعولك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجعلك اياها ممكن يكون قرض ممكن يكون ارث ممكن زودة بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى. ولكن شايفيتك مطلقط بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه مطلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشيء. ولكن انا شايفة بالعكس ما رح تفقده. بالعكس رح يكون فيه ترقية وزودة بالدخل. زيادة للدخل. اه بشوفك هون اكتر شي. عم تصارع مرض. اه المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب. اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل. ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي. ازا كان نفسي فهو موجود عندك. بسبب شخص. يا اما دلو او مائي بشكل اه او مائي خلينا نقول. اه او هوائي. عم بتكون كيف ده اقول لك? عم بتكون بتصارع حالك. يعني انت حاسس او اه انه هادي العلاقة مش صح. هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح. اه وبتحاول انك تطلع من هادا من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هادا اه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هادا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هادا الشخص. في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد فا برج القوس يعني برج القرارات. فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون? عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو تغييرات هو بيده هو بيده بيعملها. شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه. هو اللي رح يستعمل ادواته كلها تطول سبعوله عشان يغير اللي حواليه. ورح ينجح بهذا الموضوع. شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر اه على المكان اللي هو فيه. فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي. اه على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان. بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا. فكون حذر من الشغلات اللي اه رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة. هاي الفترة رح اه تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر. المهم في هاي الفترة اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها. ممكن تمتد لسنة. فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مضبوط انه احنا ما نغلط. اه نكون صبورين شوي الامور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله. مش احلام وردية الشغلة. فشايفيتك هون شايفي برج القوس ممكن يكون والله الاتقات عفكرة حبايبي عم بتكون ترابية مائية هوائية. طيب. في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف تالت. عفكرة مش طرف تالت. خلينا نسيب من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي عبالكم العاطفة. انا مش دايما بقصد فيها العاطفة. يعني احيانا اه طرف تالت في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كزا كمان. هذا اسمه طرف تالت. المهم اه عم بيكون هذا الشخص اه مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك. مثل طاقة سامة في حياتك. عم بي اه بيبين لك انه هو اه كتير ملاك انه هو كتير اه نيح ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر عم بيكون حاقد جدا وحسود للك وانت مش عارف. اه اذا نقولنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية. كالطرف تالت مش انت ولا الشريك. بالطرف التالت. اه هون بشوفك كمان يعني هاي الفترة كلها يعتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته. كل الامور بايدك انت. شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع راح تحصد. هاي الكارما. هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجعلك. ازا طلعت خير راح يرجعلك خير. هاي هاي الكارما. ازا طلعت ظلم راح يرجعلك ظلم. فهون الكارما راح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي. شايفي انه الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا. القراءة ممكن تكون عكسية دائما نحكيها. اه ولكن عم بيفكر بطريقة جدية عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله. عم بتخيل هذا الاشي وعم بيفكر فيه. خلينا نفتح على العاطفة اكتر. شو رأيكم استعمل هذا الورق? بيّن عندي الاشخاص العزاب لحد الان. اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح. الشخص اللي بيحلموا فيه كفارس احلام. ممكن انه تلتقوا فيه بهاي الفترة. ولكن ممكن يكون بالعمل. اذا ما كان في العمل. اه على فكرة مش ضروري انه يشتغل معاكم. ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه. فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم. اه اللي مش عم يشتغل اساسا من اه من برج القوس. اه ممكن يلتقي في هذا الشخص اه في يعني في جمعة. ما بعرف شو هي هاي الجمعة. ممكن مؤتمر ممكن. المهم جمعة ناس يعني مش بس انتو لحالكم. رح تتعرفوا بهذا اله. وراح يكون على فكرة شخص اه مش قريب يعني ما كنت تتوقع ابدا انك ممكن تحب او اه يعني اه تحب شخص من هادا النوع او شخص اه من هادا. من هادا النوع. حبيبي ممكن يكون عندك اه في طاقة سلبية عم بتوقف في اللي هو في اه في طريقك انت والشريك. حتى لو كنتوا متزوجين في اه في طرف يعني في طرف تالت او حتى اكتر من شخص عم بيوقفوا اه بطريقكم. بشوفك هون عم تلجأ لله استشفاء ممكن انه اه تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكتر من انه تستشفي من طاقة سلبية او من التنتين اه مع بعض. او انك بتعتبر انه الشريك طاقة سلبية وعم تخلص منها. ولكن انا بشوف رغم هيك اه انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف التاني عم بيمثل يعني انتو مش مبسوطين انتو للتنين. فكل واحد عم بيهم التاني في طاقة او حام عم يهم التاني انه هو اه عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كذا. اه فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون. اه لابس مثل الدرع اه حط خرزة زرقة طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجرة اكتر بيلبسوها اللون الازرع. مش 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 محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون. اه هادا دليل او كذا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا. اه بتعملوا اوهام لبعض ويموت كل واحد يحاول انه اه يخلي الطرف الثاني هو اللي صالح. اه شايفي بناتكم زي ما قلت في النهاية هون. انه في اه رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم او دوقم رح تقربوا كتير من بعض. بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد. اه وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصص الطرف الثالث هذا كل شوي ببين. اه ولكن شايفيتك انت مستعد مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني اه اكتر للجدية اكتر بيروح الموضوع. اه شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة. وكانك عم تهتم في حالك يعني كتير اه عم تصغر. يعني اللي حواليك عم بيحسوك انه شكلك اه صغرة عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرة عشر سنين. اه في فرحة بطريقك حلوة ولكن انت متوقع اه اشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك انت بعيدة عنك. فاطمئن وريح ويعني ما ما تفكر كتير في الموضوع. عم بتكون كلها مخاوف اه بدون. اه انتوا على الفكرة مش تصول ميت. في ناس اه لا هاي توقم شو عليه? في ناس منكم توقم شو عليه? هذا تأكيد يعني من الاوراق. بيبين انه في شخص اه خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم اه بي يعني بتداخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار اه يعني متلقط فيك اكتر اه متعلق فيك اكتر صار عنده الموضوع زي الادمان. فبالاخير انا شايف اجتماع لهدول الشخصين. فالحمد الله يعني كراءة حلوة كانت. اه هذا بالنسبة لبرج الجوزاء. حاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء. اه شو الوراء? شو الوراء اللي نختاره. اش عارفة. انا ليش شاي كل شوي بخربط بالاسماء? يعني انا عارفة انه القوس وعن بنوي على القوس. فلس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني. بلخبط بس باللفظ اما بالنية بتكون لأ مفتوحة على برج يعني معين. اه هذا الكرت طلع مقلوب. يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور اه ابسط بكتير مما انت تفكر. لا تعقد الامور. لا ته تخاف كتير. ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكزا. هذا الشهر ما بعرف شو هو. عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني فيه فيه مخاوف فيه. مع انه ما بيكون فيه داعي للمخاوف. فبيقول لك لا اشحن حالك بالطاقة الايجابية وما بتفكر. ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران. خلينا نشوف اشي تاني. هون بيقول لك انه هبيز. شعارفوا الاشي طلعت. بيقول لك انه يمكن انت رح ترجع ليمكن بتعرف ترسم. يمكن بتعرف تغني. حصوتك حلو. اه يمكن عندك اه هواية معينة. هاي الهواية بيقول لك نميها. ممكن انه ته تحصل من وراها على امور يعني اما راحة نفسية او دخل او المهم فيه اه في اللي هو اه فائدة من هذا الموضوع فنستغله. بس حبايبي وبتمنى لكم شهر يكون حلو كتير. اه بشوفكم بالقراءة الجاي حباي بيباي. موسيقى